يريد أن أشير إلى بعض التصريحات التي أدل بها بوتين منذ قليل وهي التي تصنف في الشق السياسي عندما وصف العملية العسكرية التي أعلنها اليوم بأن روسيا كانت مضطرة لها ولو لا بدء روسيا هذه العملية العسكرية لكانت روسيا ستواجه تهديدا خطيرا بحسب وصفه يعني مرة أخرى بأن حسب المحللين بأن هذه الخطوة الهدف الأول منها صحيح هو توفير الحماية للمدنين في دونباس لكن هناك هدف آخر وهو فصل أوكراني عن تلك الأحلام بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ونشر القواعد العسكرية الغربية في الأراضي الأوكرانية بالقرب من روسيا في الشقة الاقتصادي شهدنا تصريح لبوتين يقول بأن روسيا لا تريد الحق الضرر بالنظام العالمي وهي جزء لا يتجزء من اقتصاد العالم أكد بأن هذه العملية جاءت في ظروف قاسية وبأن روسيا كانت مستعدة لكافة العقوبات الاقتصادية دعا رجال الأعمال إلى ضرورة تكثيف الجهود لتفادي العقوبات الاقتصادية والبحث عن شركاء موثقين في الاتحاد الأوروبي أو حتى في آسيا لمواصلة الاستثمارات الروسية مع الدول الغربي هذه اللقاء أو المحادثات بين بوتين ورجال الأعمال الروس فيها رسائل داخلية لطمأنة المواطنين هنا في روسيا بعد تواعد الغرب بعقوبات اقتصادية وبعد انهيار إن صحاء القول سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو وأمام أيضا تدخلات من البنك المركزي الروسي الذي اضطر إلى تكثيف إرسال العملات الصعبة في الأسواق الروسية لحد من انهيار الروبل حتى أنه وضع سقفا للروبل أمام الدولار لا يتعدى مئة روبل للدولار الواحد بحسب البيانات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي الروسي أما الرسالات الثانية فهي موجهة أيضا للجهات الغربية التي تفرض العقوبات الاقتصادية الواحدة تلو الأخرى على روسيا بأسباب مختلفة من بينها هذه المرة اعتراف روسيا بجمهوريتين لوغانسك وادانيتسكلاهيكا عن العملية العسكرية التي قام بها بوتين في إقليم دنباس رسائل بوتين تتمثل في أن روسيا تتمسك بالعمل مع الدول الغربية في الاقتصادات العالمية وبأن رجال العمال أو قطاع العمال الذي يهدده الغرب بسلسلة من العقوبات ليس فقط مرهون بالاقتصاد الروسي وإنما هو ضمن منظومة عالمية للاقتصاد العالمي هكذا تصريحات أيضا تصنف بحسب الكثير من المتابعين بأنها كما قلنا تحمل تطمينات للداخل الروسي وكذلك لتلك العواصم الغربية التي تهدد روسيا بالعقوبات الاقتصادية لكي تعود خطوة للخلف وتتراجع عن القرارات التي اتخذها بوتين سواء الاعتراف باستقلال دنباس أو العملية العسكرية التي توصف هنا في روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة الهدف منها هو حماية المدنيين والمواطنين في إقليم دنباس الكثير يشكك في الهدف الحقيقي لهذه العملية في ظل تصريحات لبوتين يقول بأنه يريد انقاذ الأوكرانيين من النازيين الجدد بحسب وصفه ويريد أيضا تخليص أوكرانيا من أسلحتها خاصة وأنه كان هناك تصريحا اليوم للخارجية الروسية تحدثت فيه الخارجية الروسية بأن حديث أوكرانيا عن إمكانية العودة إلى الترسانة النووية وامتلاك الأسلحة النووية قلب الأمور رأسا على عقب هذا يعكس على الأقل المخاوف الروسية فيما يتعلق بالضمانات الأمنية وريد أن نشير بأن الجانب الأمريكي أبلغ روسيا بوقفه الحوار بخصوص الضمانات الأمنية موسكو قالت بأن باب هذا الحوار أغلق من طرف المولايات المتحدة وليس من طرف الجانب الروسي موسيقى 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 موسيقى